بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع بعد المئة الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد يبين الشيخ رحمه الله معنى البدعة المنهية عنها وما لا يدخل في مدلولها من الأمور المستحدثة التي فيها نفع للمسلمين من إظهار للحق وأن ذلك ليس من البدعة المنهية عنها فيقول رحمه الله وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك سواء كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن فما فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج المارقين وفارس والروم والترك وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو سنته صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا فسنة خلفائه الراشدين هي مما أمر الله به ورسوله وعليه أدلة شرعية مفصلة فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما بينه من أعلام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبما في كتبهم من ذلك وما حرفوه وبدلوه من دينهم وصدق ما جاءت به الرسل قبله حتى إذا سمع ذلك الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوام البرهان والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف وإلا فالظالم يجحد الحق يجحد الحق الذي يعلمه وهو المسفسط والمقرمط أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم ثم بين الشيخ رحمه الله إن كان الاستفادة مما عند أهل الكتاب من حق فقال وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية إن تفع بذلك في مناظرتهم وفي مخاطبتهم كما كان عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وغيرهم يحدثون بما عندهم من العلم وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول ويكون حجة عليهم من وجه وعلى غيرهم من وجه آخر فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل مثل أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو خلاف ما ذكر الله في كتبهم كزعمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمرهم بتحميم الزاني دون رجمه أمكن للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرأها بالعربية ويترجمها من ثقات التراجمة كعبد الله بن سلام ونحوه لما قال لحبرهم ارفع يدك عن آية الرجم فإذا هي تلوح ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الزانيين منهم بعد أن أقام عليهم الحجة من كتابهم وذلك أنه موافق لما أنزل الله عليه من الرجم وقال اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه ولهذا قال ابن عباس في قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا قال محمد صلى الله عليه وسلم كما قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ثم بين الشيخ ما يقابل به تحريفهم وتحايلهم بأن يطلب منهم إحضار أصل التوراة هو بأن يطلب منهم إحضار أصل التوراة وتلاوتها كما قال سبحانه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في نقل ما يخالف ذلك فإنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ويكذبون في كلامهم وكتابهم فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمين مثل الذي يروى عن موسى أنه قال تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض أمكننا أن نقول لهم في أي كتاب هذا أحضروه وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم وإنما هو مفترا مكذوب وإن ذكروا حجة عقلية فهمت أيضا إما في القرآن بردها إليه مثل إنكارهم للنسخ بالعقل حتى قالوا لا ينسخ ما حرمه ولا ينهى عما أمر به فقال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال البرع بن عازب كما في الصحيحين هم اليهود قال سبحانه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية ومن كون الأمر الثاني قد يكون أصلحا وأنفع فقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أيان للأصلح والأنفع وقوله من يشاء رد للأمر إلى المشيئة وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين حيث قالوا التكليف إما تابع لمحض المشيئة كما يقوله قوم أو تابع للمصلحة كما يقوله قوم وعلى التخذيرين فهو جائز ثم إنه بين سبحانه وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحل لإسرائيل أشياء ثم حرمها في التوراة وأن هذا كان تحليلا شرعيا بخطاب لم يكن استباحه بمجرد البقاء على الأصل حتى لا يكون أفعه نسخا كما يدعيه قوم منهم وأمر بطلب التوراة في ذلك وهكذا وجدناه فيها كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم فإن الصابئة الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذي عرب وترجم بالعربية فإن ذكر ما يتعلق بالدين من مسائل الطب والحساب فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين من مسائل الطب والحساب ما غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز كما يجوز السكن في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر ابن أورايقط وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم وكان يقبل نصحهم وكان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه مع شركه فأخذوا علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه وإن ذكروا ما يتعلق بالدين فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا وإن حالوه على القياس العقلي فإن وافق ما في القرآن فهو حق وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه وإن كان ما يذكرونه مجبلا فيه الحق قبل الحق ورد الباطل وبهذا القدر نكتفي فإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا